شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على رفض التدخل في شؤون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها وأضاف الرئيس سيسي في مؤتمر صحفي مع رئيس الصومالية حسن شيخ محمود أن محاولة القفز على أرد من الأراضي لمحاولة سيطرة عليها لن يوافق عليها أحد في موضوع أيضا مهم تكلمنا فيه على خاص يتعلق بموضوع الاتفاق الذي تم ما بين أرد الصومال والسيبيا فيما يخص إيجاد ميناء على البحر الأحمر وهنا تحدثنا على أننا في مصر كان لنا موقف سجدناه على طول في عقاب هذا الأمر ببيان من وزارة الخارجية يرفض التدخل في شؤون الصومال أو المساس باستقلال ووحدة طراضيها ويرفض هذا الاتفاق وإحنا بنأكد ده مرة تانية أن احنا ده كان أحد النقاط اللي احنا تنولناها في مباحثتنا مع فخامة الرئيس أنا عايز أقول لنا كلنا أن التعاون والتنمية أفضل كتير من أي حاجة تانية وأنا رسالتي مش هنا لمصر ولا للصومال أنا رسالتي هنا للأسيوبيين أن يعني النهاردة أنك أنت تحصل على تسهيلات مع الأشقاء في الصومال أو في جيبوتي أو في أريتريا أمر متاح بالوسائل التقليدية أنك أنت تبقى تاخد يعني يبقى ليك فرصة أنك أنت تستفيد من المواني اللي موجودة في الدول دي أمر محدش أبداً يرفضه ولكن محاولة أنك أنت تقفز على أي أرض من الأراضي عشان تبقى الأراضي دي تم السيطرة عليها بشكل أو بآخر زي الاتفاق اللي هو مع أرض الصومال طبعاً ما فيش حد حيوة فعلا كده